أنا أول حاجة عايزة أعرفها أكيد إيه هي منصة كلنا؟ أوكي منصة كلنا هي منصة إلكترونية يعني دليل إلكتروني أو موقع إلكتروني احنا عمينه في صورة موقع إلكتروني وفي نفس الوقت إنستجرام بيج هي بتجمع كل مقدمين لخدمات اللي بيقدموا خدمات لزاوي الهمم في مصر سواء كان أخصائيين أو مدارس سواء خاصة أو حكومة جمعيات، مؤسسات وهكذا فنحن نحاول نجمع للأهالي في مكان واحد كل الأماكن اللي بتقدم الخدمات كل مقدمين الخدمة بمعنى أصح في مكان واحد بناء على المكان والخدمة اللي بيقدموها والفاق العمرية اللي هما بيقدموها طبعا بس ده كله بيكون على السوشال ميديا ولا بيبقى فيه أماكن هما بيحضروا فيها حاجات؟ لا هو مينلي المكان أونلاين كله موقع إلكتروني احنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده إنه ليه هو مش كتاب أو مش أي حاجة تانية غير موقع إلكتروني لأنه إحنا دايما بنبدأ طول ما بنلاقي خدمات زيادة كل ما بنزودها على الواب سايت بتاعنا وبالتالي الأب ديت السريع ده أسهل طريقة لي هو إنه يبقى أونلاين بنحاول طبعا إن إحنا نشوف طريقة تانية أن نحن نوصل لناس أكتر ممكن ما يكونش عندهم أكسس يعني للإنترنت متوفرة حد ما يكونش متوفر بالنسبة له بالضبط الإنترنت بس إن شاء الله دي يعني في البلان المستقبلية الخطوة جاية الخطوة جاية يا رب بس حاليا هو موقع إلكتروني والسوشيل ميديا بيختم عليه يعني بيختموا كأنه كأنه الـ PR بتاعه يعني أن نحن بنرفر الناس أن هم يروحوا الويب سايت أشياء لقوا المعلومة لكن الإنستجرام بتاعنا بيعرفهم مين آخر الناس اللي ضافت للمنصة بتاعتنا إيه هي الخدمات الموجودة إيه الإفنس اللي ممكن يحضروها بتدعم الأباء والأهالي فين آخر الإفنس أو الحاجات الداعمة اللي بتدت تظهر طبعا في مصر فطبعا كل الأبديت أو الأخبار الأخيرة بنحطها للسوشيل ميديا أن طبعا الناس بتكون مركزة أكتر على السوشيل ميديا أكتر ما هي بتفتح ويب سايت أو موقع إلكتروني كل يوم طب وأنتي بتحسي أن كلنا يمكن بتدعم أكتر زاوية الهمم ولا أهاليهم إحنا التارجت بتاعنا أو يعني نشعرف الكلمة إيه هدفنا هدفنا يعني أن إحنا نسهل عملية البحث عن الأهالي يعني دكت في الميشن بتاعتنا أنه هو إحنا بنسهل عملية البحث لأن أنا ونازلي شركتي نازلي ليسي إحنا جايين من هي عملية كمشروع شخصي يعني دخلنا الموضوع من ناحية شخصية واجتماعية ناحية شخصية أن هي كبرت شايفة مامتها وجدتها فعملية بحث مستمرة لأخلها اللي كان متشخص أو يعني متشخص بمرض طيف التواحد فطبعا كانت شايفاهم قد إيه هم عملية البحث بالنسبة لهم صعبة بالذات أن الخدمات كانت كانت لمتد شوية أو قليلة في مصر طبعا عبر السنين يعني الحمد لله تطورنا فكانت الموضوع شخصي بالنسبة لها أن هي تساعد الأهالي وتساعد الناس اللي بتدور على الخدمات وأنا من ناحية اجتماعية أنه كنت عايزة أن احنا برضو نبسط يعني الهدف بتاعنا في الآخر وصل لنفس الحاجة نفس الحاجة نعم أنا ما كانش عندي الحتة الشخصية اللي عند نصدي فبس كان الهدف أن أنتوا باتنين عايزين تسهلوا الموضوع على الناس اللي بتبعدها أنه كمان من خلال شغلنا مع الأهالي احنا أخصائيين داخلات تعلم فمن خلال شغلنا مع الأهالي كان دايما بيسألونا طول الوقت نروح فين؟ جماعية بتقدم اكتيفتيز لزاوي الهمم فكل الحاجات دي خلتنا أن احنا يعني حابين أنه الموضوع ما يوصلش بس للناس اللي تقدر تتكلم معانا ونقدر نساعدها لا بالعكس يوصل لعدد أكبر بكثير فئة أكبر بكثير فئة أكبر بكثير في حتة مختلفة بلس أن احنا حابين موضوع أنه يكون الناس عندها أو يعني يكونوا وعي وفيه وعي شديد من ناحية الموضوع أنه هما أنت مش عيب أنك أنت تسأل ومش عيب أن أنت تدور طبعا أو لو هو حاسس بحرج أن هو يسأل حد عنده منصة يقدر يروح لها ويبص فيها ويدور فيها من غير ما يعني يبدأ يفهم من خلال المنصة بتاعتنا قبل ما هو يتأكد ويبدأ يسأل الناس ويبدأ يتكلم مع عائلته وأهله أنه أنا بواجه المشكلة دي وأحبب أن أنتوا ساعدوني فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر